مشاهدين الثامنة صباح أنا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمي حمدين تفضل يا رامي شكرا لك اليومانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عدى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت بالعاصمة الهندية نيو ديلهي شهدت القمة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسات الرئيسية وحضور العديد من الفعاليات وعقد لقاءات ثنائية مع العديد من القادة والزعماء كما شارك الرئيس السيسي في مراسم وضع إقليل من الظهور على النصب التذكري للمهتمع غاندي وخلال مشاركته في الجلسة الثالثة والختمية لقمة مجموعة العشرين أكد الرئيس السيسي على الحاجة الملحة لمعالجة إشكاليات ديون الدول النامية التي باتت تتخذ أبعطا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن يقتضي الالتزام بأجندة التنمية المستدامة تطوير نظام التمويل الدولي عبر تعظيم قدرتها على الإقراض لسيما توفير التمويل الميسري مع ضمان أن لا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموية عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وعضائه تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الاعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات لسيما فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوب توفرها بالكامل وكلف رئيس الهيئة الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات واعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتخذت وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن في إطار تواصل فعليات الحوار الوطني عقدت جلسة متخصصة لمجلس أمناء الحوار الوطني نقشت بعض الموضوعات الهمة من بينها مخرجة الأسبوع السادس لجلسات الحوار الوطني العامة والمتخصصة أعلنت الخارجية الجزائرية أن وفدا يضم فريق بحث وإغاثة وفريق طبيا بالإضافة إلى مساعدات للإسعافات الأولية والخيم أرسل إلى المغرب لإنقاذ وإجلاء الجرحة جراء الزلزال وأوضحت الخارجية أن الجزائر وضعت مخططا طارئا لمساعدة المغرب لمواجهة أثر الزلزال العنيف هذا وأعلنت الداخلية المغربية ارتفاع حصيل الضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 2122 قتيلا و2421 جريحا وأوضحت أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحة وتعبئة كل الإمكانات لمعالجة أثار الزلزال اتهمت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر فرنسا بنشر قواتها في عدد من ملدان إكواس لشن هجوم على النيجر وأوضح المجلس العسكري أن فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات وأربعين عربة مدرعة في كوديفوار وبنين مشيرا إلى أن طائرات الشحن العسكرية تمكنت من تفريغ كميات كبيرة من المواد والمعدات الحربية في السنغال أيضا مشاهدينا انتهى موجة الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة